كان وقف ولدي حضراتكم شايفينهم كلهم والله حرفيا كل واحد ليه موقف ممعالي الوزير العامي فاروق سواء من سنتين تلاتة اربعة خمسة عشرة لسه قبل ما يعني يتوفاه الله كل واحد ليه هتكلم انا على المستوى الشخصي خلينا احكي لكم عن تجربة الاول مرة انا بحكيها في حياتي لاول مرة هحكي لحضراتكم ده بس ده الزام ان انا احكيه انا لم قبل ما اجي النادي الاهل الحقيقة كان عندي رغبة كبيرة جدا ان انا اجي النادي الاهل لما لمسته في النادي الاهل من احترام واخلاقيات ومبادئ الحقيقة انا كنت يعني لمسها بقوة وكنت احب انتمي لهذا المكان فحصل حقيقة بيني وبين كابتن اشرف توفيق المدير الفني كلام ده سنة 2005 حوار كان ساعتها معاني الوزير عامل فاروق في مجلس ادارة النادي الاهل وكان تقريبا فوق سن التلاتين هو بحاجة بسيطة وكان هو المسؤول عن كرة السلة وكلمني كابتن اشرف توفيق وحس ابني في المنتخب هو كان مدير فني المنتخب وقدت له قدي رغبتي ان انا اجي يعني نادي الاهل واننا انتمي لهذا المكان هو نايل رغبتي دي للمعالي الوزير عامل فاروق بعدها بيوم او اتنين لقيت تلفون غريب لقيت معالي الوزير بيكلمني كابتن هيسم انا العامل فاروق أهلا وسهلا مع حديثك كابتن عمري ربنا نرحمك يا كابتن أهلا وسهلا يا كابتن عمري يعني قال لي أنا كابتن أشهر توفيق كلمني وعرفت منه رغبتك أن أنت تنضم النادي الأهل وكان باقي في عقدي أيام يعني شهور بسيطة ويعني شهرين ثلاثة وكان حق النادي الأهل أن يتفاوض معي فقولت له قادي رغبت أن أجل النادي الأهل ويشرفني قال لي وإحنا يشرفنا كن معنا فقولت له طيب أنا عايز أبلك يا كابتن عمري وبتاع قال لي طيب أنا عايز أبلك طيب إحنا نقعد قاعدة مع بعض الأول يا هيسم قابلني عند مسجد مصطفى محمود أنا بقول لحضراتكم بالتاريخ وبالأماكن كمان رحت في المعاد والزمان لقيت معني الوزير منتظر وهو عضو مجلس زارة النادي الأهل وأنا كنت ساعدة لعب في نادي الزمالك وكان وقت يعني إيه يعني في أواخر فتراتي مع نادي الزمالك فلقيته منتظرني عند مسجد مصطفى محمود لأن أنا كنت ساعدتها من سكان الدقي وهو كان برضو من سكان نفس المنطقة فأخذني معاف عربيته وطلعنا على مدان المساحة كان موجود في مكتب المستشار حلمي عبد الرازي المستشار القانوني نادي الأهل في ذلك الحين ربنا يرحمه كمان وكان طبعا ربنا يدي له الصحة وطولة العمر الكابتن عدل القياح طلعت المكتب منتهى الاحترام منتهى الأدب قعدنا مع بعض اتكلمنا حسوا أدي رغبية أنه ناجي نادي الأهلي وهي دي الأساس ومن أول يوم حسيت حب معالي الوزير أن أنا آجي للنادي الأهلي عشان أضيف للنادي الأهلي عشان هو بيحب هذا المكان لمست من أول يوم حرصه أن أنا نضم مش عشان هو هيتقال لا هو ما فيش في النادي الأهلي كده ما هيتقالش ده خلص وده عمل لا بيتقال للنادي الأهلي ضم فلان فهو كان حريص من يوم الأول قلت هذا المكان يستحق أن فيه ناس تحبه بهذا الشكل فمعالي الوزير قعدنا في هذا المكتب يمكن حوالي ساعة إلا ربع أو ساعة تقريبا كنت الوحدي واتفقنا على كل شيء ومعالي الوزير طلب مني قال لي احنا طبعا عشان ابدأ حسن رغبتك دي العقود اتفضل امدى عليها يا كابتن وإحنا نظمنا اللي هنتفع عليه هنا من كل شيء عدد سنوات مقابل أي شيء هنتفع عليه هنا فهو ملزم لينا وإحنا قادرين إن احنا ننفذه جوه النادي الأحلي طبعا معالي الوزير كان بيتكلم معايا بمقتضب لأنه طبعا في وجود قامات كبيرة زي مشار حلم عبد الرازي وكابتن عدل القيعي كان كلامه مقتضب ولكن هو اللي كان طبعا مرتب لكل الدنيا دي مضيت العقود على بياض كلام ده كان سنة 2005 يا جماعة 2005 أوائل 2006 مضيت على بياض للنادي الأحلي ونزلت من المكتب وقبل منزل معالي الوزير قال لي يا كابتن هيسم احنا العقود دي هتبدل معنا لشهرين ثلاثة الفضلين من تعقدك أي وقت عايز ترجع في كلامك اعتبر هذه العقود كأنها لم تكن طالما الرغبة موجودة الرغبة موجودة عندنا الرغبة عندك موجودة الرغبة موجودة عندنا والله قال هذا الكلام قال لي طالما الرغبة عندنا عندك ستظل عندنا والعقود دي انت عايز ترجع في كلامك في أي وقت احنا العقود دي كأنها لم يكن ولن نسبب ليك أي أدى لا من قريب ولا من بعيد ربنا رحمك كابتن عامر والله العظيم هذا الكلام حصل وخرقت من المكتب وأنا كل إسرارنا نضم للنادي الأهل مهم دارت الأيام ومرت الشهور ولكن لايحة الاتحاد السلة اتغيرت وده فترة انتقالية عام عشان تنتقل من نادي الآخر وتم حل مجلس دوت نادي الزمالك وقصة كبيرة كده وفجأت بتسجيله طبعا ساعتها خرقت من المجلس وقصة كده المهم تم تسجيله في النادي الزمالك سنتين فطبعا يعني سنتين العود مع النادي الأهلي كان ممكن كابتن عامري بكل بساطة يعمل لي مشكلة أو يعمل لي يعني العود معاه واللايحة الاتحاد السلة يعني خلاص اتغيرت وصبا عني بقى باي فورس مش هقدر ولكن ظلت رغب بيت الانضمام لنادي الأهلي جواي بعد سنتين من التعاقد تتجدد المفاوضة التانية مع كابتن عامري وساعتها كنت أصبحت فريق طول السنتين ما حصلش أي شيء ولا النادي الأهلي طلع على العود ولا اتكلم في أي شيء لأنه كان حاجة خارجة عن إرادتي وعن إرادة النادي الأهلي ولعبت بإخلاص في مكاني وخلصت وبعد سنتين تجددت المفاوضات برضو مع معالي الوزير العامل فاروق قال لي هل الرغبة لسه مستمرة معاك؟ ولطوله طبعا مستمرة وبالعكس أنا نفسي أجي والوضع كذا 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 وساعتها كان الكلام ده حوالي 2008 بآخر 2008 أو 2009 يعني بعد تقريبا سنتين أو ثلاثة من الأحداث الأولنية وبالفعل كنت في معسكر منتخب مصر وروحت على النادي لقيت معالي الوزير مستنيني وروحنا ساعتها لمدير النشاط الرياضي وقتها كان كابتن رقوف عبدالقادر في مكتبه وانتظرني معالي الوزير على الباب وكان موجود كمان كابتن سامح حمدي طبعا أخه العظيم كابتن حسن حمدي طبعا وطبعا عادنا في المكتب وكان توجهات إن احنا متمسكين بهيسا مضيت العقد مع نادي خرقت ماضي الثلاث عقود واتحقق حلمي بالانضمام للنادي الأهلي وخلاص ما بقاش في أي شيء اللوايح والقوانين وكل شيء معايا وكل الأمور طبعية مضيت العقود وسافرت مع منتخب مصر الليبيا لعبت بطولة أفريقية في ترابلوس كان في 2009 وساعتها رحت في ماتش أنجولا تصبت تصبت إصابة خطيرة في إيد اليمين بكسر في عظمة مهمة جدا وهي إيد اليمين كانت هي سلاحي أنا كنت راجل شويت وكنت بلعب بإيد اليمين فالحقيقة تصبت ورجعت ما لعبتش نادي الأهلي دقيقة رحت بعد أسبوع تعورت في أنجولا كسر رجعت بعد ماتشين من بطولة أفريقيا كانت بطولة بنسبة لي انتهت رجعت عملت عملية كبيرة وقعدت في الجبس حوالي ست شهور طبعا النادي الأهلي كله ما لعبتش مضيت فلما رجعت من السفر الكلام ده حصل بالنص رجعت من السفر قبل ما أعمل العملية كلمت معاني الوزير عامي فاروق معاني الوزير أنا بكلم حضرتك لأنها تصبت إصابة كبيرة وهو أقعد ست شهورة تعالج فحضرتك في حل يعني التعاقد ولو حضرتك العود أصلا لسه مسسجلتش في اتحاد السلة فحضرتك لو يعني في حل أنا مش أخد مكان في القائمة أنا مش أفتكو يعني فاللحضرتك شايفه معاني الوزير نفزه كان ساعة طبعا مكانش وزير حاجة كنا بنقول له كابتن يعني لسه ما بدأش وزير يعني كنا بنقول له كابتن عامري وستاذ العامري ما كانش لسه بس أنا طبعا بلقبه باللقب اللي كان بيحب يسمعه يعني فقال لي يعني طيب خلاص إحنا تمام أنا قلت له خلاص لو حضرتك عايز تتحلل من العقد ولسه ما تسجلش أولا انفعل عليه جدا في التليفون وقال لي طبعا بأدبه المميز يعني يا كابتن هيسم أنت أصبحت ابن من أبناء النادي الأهلي وانتهى الموضوع لو أعدت تتعالج سنتين ثلاثة إحنا في انتظارك والله يا جماعة زي ما بقوله كده وانفعل عليه جدا جدا بيعني نبرد صوته يعني المحترمة جدا كلام دا تنسى يا كابتن فيش كامل من دا هيحصل وكنت سعيد جدا بالمكالمة واستمر النادي الأهلي وسجل أقودي وكل الأمور تمام وبدأت أتعالج وعملت العملية وأعدت أتعالج أبني بعد أربع شهور في النادي فبيسلم علي قال لي أخبرك يا كابتن وبتاع فأقول له إن شاء الله أنا كلها ثلاث شهور وهلعب قال لي لما سألتك شها تلعب إمتى استغربت قال لي لما سألتك شها تلعب إمتى يا كابتن هيسم أنا عايز أعرف إيدك أخبرها إيه طمنا لصحتك انبسطت أكتر قلت له والله الوضع كذا 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 وأنا الحمد لله كويس وبالسوق بعمل علاق طبيعي وبتاع لي طب تمام تعمل علاق طبيعي النادي مأثر معك في حاجة قلت له النادي إيه يا كابتن أنا مش طالب حاجة من النادي خالص أنا 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 أتصبت مع المنتخب وأنا الحقيقة بعالج نفسي انفعل جدا معالي الوزير عامل فاروق وأنا وقف في النادي وكلم مدير نشاط سعيد مدير نشاط رياضي سعيدها وقال له إزاي هيسم السعيد بيعالج نفسه أو إزاي هيسم السعيد بتكفل بعلاجه انتوا إزاي تعملوا كده فسعيدها مدير نشاط رياضي قال له يا كابتن والله أنا معرف إحنا بنتطمن عليهم الوقت بالتاني هو ما طلبش حاجة مع مدالهوش فقال له تشوفوا كابتن هيسم وطلباته إيه واللي هو عايزه تعملهه ولو سمحت كل اللي فات لازم كابتن هيسم يسترده كابتن رأوه في ساعة أتكلمني وقال له يا كابتن هيسم أنت بتشتكني المعالي الوزير وتقوله والله أبدا ما حصل ده هو بيسأل وقال له إحنا مكفلين بكل شيء يا كابتن وإحنا مكناش مركزين ولكن الموضوع ده منتهي أنا ملعبتش ماتش أنا ملعبتش ماتش مع نادي الأهلي يا جماعة أنا ماضيت بس وكل ده أنا ملعبتش فضل معالي الوزير متابع حالتي يوم بعد التاني شهر ربعتين لغات منزلت الملعب وكانت الأمور تمام جدا جدا وتطمن علي والحمد لله بدأت أخذ أيام الأولى في النادي الأهلي سنة وراء التانية وراء التالتة وكان هو من أكبر الدعمين لنا ودعمين للفرقة وكنا دايما بلاقي أي مشكلة أي مشكلة خاصة مشاكل كنا بنكلمه في مشاكل لا تنتهي خاصة ويقف جنبك ويساعدك ولك روح لفلان روح لإعلان اعمل مع كذا وبعد انتقال أنا النقلة اللي حصلت دي كنت محتاج دعم نفسي قوي لأننا كنت لأن النقلة دي بتبقى صعبة ومحتاج ناس تدعمك لأن انت بيحس عليك هجوم من الناحة التانية فأنت محتاج دعم من مسؤولين دي الأهلي معالي الوزير ما يتأخرش حكي لكم قصة تانية كلام ده حصل سنة 2005 قبل ما منضي الإمضاء الأولى والدي الله يرحمه توفى 2008 عقب مباراة الأهلي والزمالك في اسكندرية في الدورة المجمعة الأولى 28 إبريل 2008 ما كنتش لسه وقعت عقودي الأولى ده الموقف التاني بقى معالي الوزير خدوا بقى الأكل شهاد دي كلها وشوفوها كان معالي الوزير عضو مجلس دارة في النادي الأهلي وأنا كنت ساعتها ما زالت لعب في نادي الزمالك ما كانتش من نجر كل احترام ولا كانت تكلمنا في عقود ولا تكلمنا أن هي سميجي ولا أي شيء ربنا أرحمك معالي الوزير ووالدي توفى عقب مباراة الأهلي والزمالك وكنت ساعتها بلعب في نادي الزمالك وكان لها مطشي كان مع الأهلي والأهلي ساعتها خسر وكان لها دور كبير حطيت في المباراة دي يمكن حوالي 40 نقطة وكسبنا هذه المباراة وبعقب المباراة على طول والدي توفى ورجعت من اسكندرية يعني بعد المباراة على طول يعني والدي كان آخر حاجة شافها المباراة رجعت من اسكندرية وفات والدي طبعا الدنيا الميديا كلها تكلمت عنها لأنه كان يعني المطشي كان شادد والدنيا متابعة وفجأة ده والد هيسا مساعدها رجعت من اسكندرية جاري على البيت طبعا عياط 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 لأن أنا والدي كان قريب جدا ليا رحت على البيت والله العظيم طلع السلم لقيت أول واحد واقف على الباب معالي الوزير عامل فروغ وهو كان عض ومجلس إدارة في النادي الأهلي والله العظيم كان أول واحد موجود تحت البيت وطلع على باب البيت وما دخلش فضي الواقف لغاية أنا ما جيت من اسكندرية عزاني وفضي المنتظر لغاية الساعة وحدة بالليل لأن والدي توفى بعد المغرب وبعد كده ميش يروح وأول واحد كان بيصلي على والدي اللي رحمه بعد الظهر هو وفضي المتتبع الجنازة لغاية ما تم الدفن في طريق الواحات ووقف معايا وما كانش بيننا أي حاجة تصرفات معالي الوزير معايا حب بيتني في النادي الأهلي من غير ما روح النادي ألي ولغير أبدا يعني النهاردة يا جماعة هو مش مجبر يعمل كده خالص أنا آسف يعني هو لو جاء عزاني في العزة خلاص يوم العزة كان واقف بياخد عزة والدي الله يرحم فالنهاردة معالي الوزير كان من أكتر الناس عارف الواجب وكان يعني بيسرع فيه ومن الناس اللي أضفت للنادي الأهلي فاليو كبيرة جدا جدا وإحنا النهاردة خسرنا رجل بجد بمعنى الكلمة النادي الأهلي خسر خسارة كبيرة جدا بوفاة معالي الوزير العامي فاروق ولكن تلامجته موجودين في كل حتة أنا بقول لكم على الجانب الإنسان يا والله ممكن أعد أتكلم ساعة واثنين وثلاثة عن معالي الوزير ويوم وفاة والدي الله يرحمه بقول لكم عمل إيه وانتقال للنادي الأهلي عمل إيه هل انقطعت علاقة بيه لا خالص بعد ما بطلت واخترت إن أنا بطل وبدأت في الميديا والإعلام جوه قناة النادي الأهلي بدأ دعمه المتواصل إيه وبدأ دايما يمدني بالمعلومات والأخبار والعكس ده أنا كل ما أعمل حاجة كويسة لإيه بيبعتلي النهاردة قديت أداء كويسة شد تحقيقها الحلوة أنا تفرقت عليك كمل فالراجل النهاردة أنا احتراما ليه طبعا ما أقدرش أوريكو طبعا المحادثات اللي كانت بيني وبيني ولكن الراجل كان دايما بيدعمني ودايما وقف جنبي ودايما حتى لو ممكن كنا نوعد شهرين تلاتة بس في مناسبات أكلمه ولاقي منتهى الأدب والتواضح فالنهاردة النادي الأهلي خسر خسارة كبيرة جدا جدا بوفاة معالي الوزير عامل فاروق على المستوى الإنساني والمستوى المهني راجل مخلص للنادي الأهلي راجل كان يقدر قيمة النادي الأهلي كان بيخلص كان كل ما يحركه هي مصلحة النادي الأهلي وليست مصلح شخصية وعشان كده دخل قلب جمالة ومي عشان كده دخل قلب جماهير النادي الأهلي وكمان جماهير النادي الزمالك ما تلاقيش واحد يتكلم عنه كلمة نهائي بالعكس جميل ناد الزبالب بتدعيله بالرحمة والمغفرة